قوة عظمة يعني كل واحدة منهم فرقة مليانة بالنجوم فرقتين لتنين مرشحين للتحيي اللقب مباراة سائرية من الموسم اللي فات ومن المباراة بتاعت الدور الأول في المجموعات بتكلم طبعا عن المان سيتي في مواجهة بي اجي بس الأول لازم عدي على اليونيتد اللي يبدو انه على الرغم من تعثره يعني وهو معاناته محليا مع سول شاير لكن مبارح مع طبعا تحت قائدت كاريك مايكل كاريك قدام فيا ريال قدر ان هو يستعيد يعني زاكرت بقى هقول زاكرت لانه بقى له كتير بتهيقلي ماكسبش زاكرت الانتصالات مرة تانية ويكسب فيا ريال بنتيجة لنصفر ببرة ملعبه ويحافظ على فرصته في صدارة المجمع والتأهل للأدوار اللي جاي والله هو كان بنسبالي اسبوع الهنى والسعادة ان السول شاير مشي فصراحة كان قرار متأخر جدا 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 كان لازم يتغم يفعش تبقى فيه فضيحة الواتفورد خلاص كل المؤشرات بتقول انه كان لازم يمشي لا الله هو من قابل واتفورد من اول ماتش نيفر بقول يعني هما تدول الفرصة قلنا لحد التوقف الدولي خلاص في اسبوعين يعني يخد وقت انه هو يبقى في اسبوعين عشان تغيير المدرب لكن بعد التوقف الدولي يجي سول شاير ويكمل وتصريحات غريبة جدا انه هو خد وقود انه هو مكمل ومنسبه في امان منسبك في امان ازاي انت بتخسر من الغريم التقليدي وبتخسر في الديربي من منشستر سيتي وبعد كده بتلعب بتخسر بفضيحة بربعة واحد ضد واتفورد فكان لازم يقال بالنسبة لي اللي كان غريب في منشستر يونايتد شوية انه هما كمل الجهاز الفني كله يعني هو هل المشكلة كان في سول شاير بس في منشستر يونايتد دايما او في الاندية الانجليزية المدير الفني ما بيبقاش مسؤول اكتر عن التاكتكس الجهاز الفني اللي معاه هو اللي مسؤول عن الامور الفنية وتحضير اللعيبة للمباريات فانت مشيت الراس الكبيرة وسبت مايكل كاريك سبت مكينة المساعد سبت مايك فيلن الجهاز كله موجود ما غارتش اي حاجة حتى بول سكولز كان بيتكلم في تحليله للمباراة فيا ريال قال انه هو التغيير ده ما حصلش اي تغيير غير ان اللعيبة حست انه هو في مدرب قادم في دفعة جديدة هتبقى موجودة لكن تغيير فنيا ما حصلش لان ده اللعيبة لجهاز الفني اللي كان موجود هو هو الجهاز الفني اللي كان محصل الشاير فكان مفروض ان الجهاز الفني يقوله يقال ويجي جهاز فني مؤقت وهم حاليا بيدوروا على مدرب مؤقت لكن ضد فيا ريال بصراحة كان المانشستر يونايتد قدم عرض متماسك شوية مش هنقول عرض جيد لكن هو كان عرض متماسك شوية اقدر يعالج بعض الصغرات مايكل كاريك واعتقد ان هو لابد من تغيير قريب جدا في مانشستر شكرا